نعم Writing CV لا يمكن أن يأتي في الوزارة أنه يجب من السؤال Write your CV لماذا؟ لأنه الطالب يكتب كل معلوماته يكتب اسمه يكتب عنوانه يكتب رقم تليفونه يكتب بياناته الشخصية فهيصير دفتره مكشوف هذا بس يعني CV للمعرفة لكم مستقبلا كيف تكتبوها أعطانا هو مثالين هذا المثال عن طارق والمثال الثاني عن حشام سيكون نفس الحل لهم المطلوب هنا سنكمل الفراغات بالكلمات اللي في المربع Contact Detail Name Personal Attributes Qualifications and Training Reference Skills and Achievements Work Experience أعطانا المثال الأول طارق حكيم Name Now 5 North Street أجلون شو بنا نكتب الان هون في الفراغ اللي هو Contact Details هاي تفاصيل الاتصال Now From 2009-2012 Shop Assistant إذن هذا بتكون Work Experience Right اللي هي الخبرة العملية Right إذن رقم ثلاث اللي هي Work Experience رقم أربعة Degree in Chemistry Graduated عن تخرجت في 2008 و Certificate in Journalism شهادة في الصحافة إذن هذي بكون Qualifications and Training Right Qualifications and Training في رقم أربعة رقم خمسة الآن Captain of School Basketball Team Voluntary Work أعمال تطوعية Right فالآن بدكون آشي الآن اللي نضع فيها Skills and Achievements هذي مهارات Skills and Achievements في رقم خمسة رقم ستة I am a Consentuous Worker واعي أو مدرك And I am very enthusiastic Right إذن هذي بتكون Personal Attributes مزايا شخصية Personal Attributes في رقم ستة الأخيرة رقم سبعة أسامة حايق Chemistry Teacher هذا Reference مرجع Right اللي هي Reference يعني دائما نكتب اسم شخص يرجع إليه في السيفي Right إذن الأخيرة بتكون Reference بعيدهم مرة ثانية إذن Name Contact Details Work Experience Qualifications and Training Skills and Achievements Personal Attributes or Reference نفس الشي ينطبق وين على؟ ينطبق على هشام نفس الشي نفس الترتيب Right يعني اللي كتبناهون لطارق بنكتبه له هشام أوكي؟ هذا المطلوب فقط يعني الآن السي بي فقط نعرف كيف طريقة كتابتها لأنه ما بيأتي أصلا في الوزارة إنه نكتب سي بي لأنه بصير دفتر الطالب مكشوف وواضح أوكي الآن المرة القادمة بنكمل في بقية الوحدة هذه ماشي؟ شكراً شكراً